تعالوا بينا كدهوة ناخد بركة ونتعرف على هذا الإصحاح الرائع الإصحاح الثالث عشر من إنجيل معلمنا القديس ماري مرقص البشير يقول كدهوة من أول آية وفيما هو خارج من الهيكل قال له واحد من تلاميذه يا معلم انظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية واحد من تلاميذ رب المجد يسوع بص على الهيكل وبص على الجمال بتاعه انبهر كأنه واحد سايح كدهوة بيشوف المنظر الجديد دوت وهم بيبنوا الهيكل كان عامل ازاي يشرحوا هيكل سليماني أحبائي ويقول عليه إن الأحجار بتاعته قانت ناصعة البياض طول الحجر الواحد عشرين متر وارتفاعه تمانية متر وعرضه أربعة متر الهيكل أو المتبنى اتبنى ايام سليمان الحكيم وبعدين بعد كده هو تتخرب في سبي بابل وبعدين أعاد بناءه ذور بابل وعزرة وبعدين في أيام هيرودس ابتدوا ان هما يوسعوا مرة تانية الهيكل دوت ليه قوة في العبادة اليهودية لأنه كان عمره أكتر من ألف سنة لدرجة ان الناس ابتدت تفقل لما تيجي من أجل القدسية بتاعته يجي يحلفوا يجي يقسموا يقسموا بالهيكل وكان اللي بيتكلم ضد الهيكل بتاع سليمان يعتبروه إنسان مجدف الهيكل كان طوله خمسمائة متر وعرضه ربعمائة مرت واستمر التجديد بتاعه أكتر من ثمانين سنة وهو لما حصل إنه اتخرب اتخرب بعدما كملوا ترميمه بعديها بسبع سنين هم قعدوا أكتر من ثمانين سنة يرمموا فيه ابتدوا من سنة تسعتاشر قبل الميلاد لغاية سنة تلاتة وستين فاللقطة دهية اللي بيتكلم عليها القديس ماري مرقوس كانت أثناء البناء وأثناء التجديد والعجيب مع كل العظمة بتاعة الهيكل دوت رب المجد يسوع في يوم من الأيام قال له ما أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا إذا أنتوا كنتوا شايفين الهيكل دوت بيتبني عظيم ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل لأنه هو دوت الله الكلمة الظاهر في الجسد يقول فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا دبيحة العجيب إن لما التلميذ بيحكي مع رب المجد يسوع ويقول له كده هوت يا معلم أنظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية يقول فأجاب يسوع وقال له أتنظر هذه الأبنية العظيمة يعني معنى كده هوت إن رب المجد يسوع بيأكد على كلامه بيقول له فعلا المبنى ده عظيم جدا بس أنا عايز أقول لك على حاجة بقى قول يا رب يسوع عايز تقول لنا إيه يقول له لا يطلق لا يطرك حجر على حجر لا ينقض شايف المبنى الفخم اللي هما بيعملوه دوت هيجي يوم من الأيام ومش هيبقى موجود وكأن رب المجد يسوع بيتكلم بطريقة حاسمة قوية جدا ومتأكد من اللي هيحصل دوت ودوت أحبائي بيرجع لهذا الإله الجميل اللي كان فيه نبوة في سفر أرمية تقول أجعل هذا البيت كشيلو خرابة شيلو دي مكان زي خربان هذه المدينة أجعلها لعنة لكل شعوب الأرض فعلا بعد كلام رب المجد يسوع بأربعين سنة قام اليهود بصورة ضد الرومان في كل أرجاء فلسطين والصوار في البداية حازوا على انتصارات ضد الرومان لكن سرعان مارومة ابتدت تجهز الجيوش بتاعتها وابتدت تخش في حصار أرشاليم لدرجة أن هي دمرت الهيكل دوت تماما ترجمة نانسي قنقر